قال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قال إن هناك فجوة ما بين تشريعات الإسلامية المتعلقة بترشيد المياه وبين سلوك بعض المواطنين على أرض الواقع جاء ذلك خلال استقباله وزير الأوقاف أسامة الأزهري ووزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم وذلك لمناقشة سبل رفع الوعي بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث حيث طالب وزير الأوقاف بتحويل كلمة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في المؤتمر الرابع لوزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي في العام 2018 طالب بتحويلها إلى كتيب صغير لتعميم الاستفادة منه ومن جهته أشار وزير الرأي إلى ضرورة تعاون كل المؤسسات والهيئات ذات الصلة في رفع الوعي بأهمية المياه والإعداد لإطلاق حملة توعوية كبرى خلال الفترة القادمة شكرا شكرا